دولة عربية تتعرض لكوارث زلزالية ومشاهد مؤسفة كندا رئيس الوزراء الكندي ترود في مشهد استثنائي يميل إلى مشهد انتقامي أمر طارئ في مسار ومصير أحد الشركات الكندية والطائرات الكندية الجمال اللبناني العربي يحطيمه فيديو كليب في كندا الخطة الكبرى ستكون في واشنطن بسبب ظهور أحداث للعلن وأسبابها عديدة متشابكة ببعضها فيض ثمين في حلقة البيت الأبيض وحجم الانتظارات يجعل من أبرا وينفري في حالة تأهوين تخسره خلالها شارع في منهات نيويورك علامته المميزة لبعض الوقت توم كروز بين الشهرة والصدمة قصة غريبة في نيويورك تحديدا بكنيسة سانت باتريك وحرمها كما أرى إشارات مبهمة لشيء يشبه الشوم واللعنة والنحس على الرئيس بايدن ونائبته أحداث غير مسبوقة في أمريكا يولعها طابون خاص يحاول حملها للرئيس السابق ترامب ثورات تعكر أجواء أمريكا ومصدرها عالم كرة السلة مفاجأة تقترن للوهلة باسم إيلون ماسك يتعرض بايدن لكسر آخر وإصابات وكسور أخرى الجو مخروب ليس الطائرة أو صاروخ والرادار يلتقط إشارات من أطباق فضائية والوجهة مجهولة من بين كل المدن الأمريكية بروكلين وضواحيها بالضوء ينصاب السلاح الجوي الأمريكي بالهستيريا ونراها ونراها بوضوح مرسيم وقوانين ترامب الأخيرة ليس لقانون العفو تولد عاصفة داخل دائرة الحكم الأمريكي في الوقت الحالي مجلة تايمز التي اختارت بايدن كشخصية العالم ستختار ترامب هي شخصية العام المقبل فوز نائبة الرئيس بايدن بطريقة ما بركان يرافق عمليته فتح ملفات التي صارت في 11 سبتمبر من جديد ويولع الجو أما عن متفرقات العالم كل ارتطام جسم صلب بالكرة الأرضية ويسير شيء قاس جدا خبر صاعق يحوم حول مرادونا من نعش الغزاة يحدث تفجير حقائق الشؤم يحول حول بطل من أبطال الصف في كرة القدم والجمهور يبكي جزء من شركة أوبر يتزعزع بعد ورطة ما ماضي من موت ديانا ومايكل جاكسون ينكشف ويبهر للمحبين بل بلت واهتزاز في شركة هواوي الصينية وهذه المرة أداة الجريمة آلة تصوير اسم رونالدو جونيور يقلب الشاشة إشارات غريبة حول اسم نيمار وظهور سماوي جديد بين فطيمة ومجري فن الرسم اللبناني سيكون هناك حدث بارز ورسامين ولوحات مذهلة وسنشهد إقبالا غير مسبوق من قبل تجار المجموعات محليا وعالميا كل الأخبار ستغطي حدثا مش عابر مرتبطا بشخصية معروفة تستخدم سيارة متوضعة بقصد التمويه ويتم استهدافها وملاحقتها وينكشف أمرها حوادث متشابهة سيتعرض له شرب الخليل وبشر الخليل بأوقات مختلفة طبيعية وغير طبيعية ستضرب منطقة الجبل من المعابر ومشاكلها الدائمة على الحدود اللبنانية السورية سيكون هناك حل ومختلف عن الحلول السابقة سيتم طلب أكثر من رأس أرمينية لأكثر من شخصية كبيرة شخصية أرمينية كبيرة سترفع اسم لبنان وتعزز له رصيده وتجعله مفخرة لكل الدول العربية رسائل شفهية وغير شفهية لإيقاف المفتي جوزه عند حده بلحظة عمل انتقامي دموي بوجه مجموعة عناصر من فرقة مكافحة الشغب لن يبقى أمن السفارات بلبنان إحدى السفارات بمرصاد الفتنة تعقب إيراني للبنان جالية ودبلوماسيين بهدف مقابلة تلفزيونية تشهد قصة تتخطى كل الحدود ضجيج إعلامي واسع مرتبط بالإعلام اللبناني ويشتغل على خطين لبنان كندا كندا لبنان وتيار إسلامي متطرف يتغلغل ويخطط وينتهز الفرصة لبنان رغم الصغر مساحته لن يكون لبنان الذي كنتم عارفينه كارثة تحل بعيلة درزية من الأوساط المعروفة والبارزة يدخل أسعد حردان دوامة جديدة منسوب الخطر وردات الفعل فيها كثيرة عالية أبونا أنطون طرباي أضواء ثم أضواء ومن حوله تؤدي لبعيد وتنشافه من بعيد الوزير فراس أبيض رح يظل أبيض رغم كل الوحول التي رح يحاول أن يغرقه فيها الانتقام رح يكون محوره وزارة الصحة مسؤولين بوزارة الصحة سابقين وحاليا نراهم يتعرضوا من جديد لمشكلات يوم تحتل أخبار السفير الفلسطيني بلبنان السيد دبور الصدارة ممنوعة على مجد الرومي بحلة جديدة يعني فنانة وشيء تاني رح نسمع ونشوف ديو انفجار يعني انفجارين مش واضح عندي إذا بمطرحيني أو بمطرح واحد مرة أخرى سنشهد مشاكل كبيرة جدا في فرنسا ومنها أن الشرطة الفرنسية ستكون المحور منها وإليها ومن قضية لقضية وستكون مستهدفة بقوة ويمسك الرئيس ماكرون دفتر المحاسبة كل خطوة من خطواته سيكون لها ثمن بعض السواد في أفقي فريق سان جيرمن ورئيسة بلدي باريس تحت المراقبة وبعين الملاحقة كما أن الأحداث المقبلة على فرنسا تخيف أحداثا تختصر كل المشهد عبر عن إرهاب انتقام نار حريات اعتداء سافر على شخصية غير فرنسية على أرض فرنسا وأيضا خسائر فادحة بمتحف اللوفر